ساعات بتفصيلنا 48 ساعة عن الانتخابات الرئاسية وطبعا زي ما قلت لحضراتكم التصويت في الخارج كان شيء الحقيقة مبهر اقبال كبير من المصريين واقبال بحب هي مش الفكرة انا رايح بس كده اعمل واجب لا انا كنت رايح علشان ابين لبلدي انا موجود وانا برسلك رسالة حب وطنية كمان احنا عايزين زي ما انتم عارفين ابناء الوطن في كل مكان في العالم بينوا قد ايه يعني وقفوا وقدموا رأيهم بحرية وديمقراطية وطبعا كل ده لا يتجزأ ابدا عن نسيج مصر نفسها يعني سواء انت مصري في الخارج او انت في الداخل كلنا مصريين كلنا بيهمنا شأن بلدنا الحد الجاي بإذن الله بداية التصويت داخل مصر على مدار ثلاثة ايام ثلاثة ايام هيبقى حد اتنين ثلاثة بإذن الله نبقى موجودين وكلنا ان شاء الله هيكون عندنا الفرصة الموعيد تختار المعادل لنسبك تبقى لمعيدك لشغلك عندك ثلاثة ايام بإذن الله تقدر وتقدر تدخل وتعرف من خلال الرقم القومي بتاعك وتدخل على تبعث رسالة وتتأكد كمان من اللجنة اللي انت هتدلي بصوتك فيها مهم جدا وجودنا اه مهم جدا وجودنا مهم جدا ان انا روح اه مهم جدا ان انا روح ومهمة قوي ان انت ما تقولش طب خلاص ولادي رايحين ما الناس كلها رايحة انا مش مهم بقى انا ابدا بالعكس كل صوت مصري مهم كل صوت مصري عنده حق الانتخاب مهم ما تخليش صوتك ابدا او اسمك اللي مكتوب في الكشفات يبقى فاضي قدامه ما ينفعش لان انت مهم هو المواطر المصري مهم فلازم قدام صوتك يكون رأيك اختار اللي انت عايزه بمنتهى منتهى الحرية اختار اللي انت عايزه لكن كمان مارس حقك الدستوري ده حقك انت استفتيت على الدستور بانك ليك حق في الانتخاب فده حقك وحقك كمان الدستوري في اختيار المرشح اللي انت ترى اللي ياخد بلدك الى الامن والامان اللي يكمل المسيرة اللي ياخدها البكرة اللي يخليها افضل واحسن واللي يحافظ عليها باذن الله ان شاء الله نكون كلنا موجودين في الانتخابات باذن الله زي ما قولنا الحد والاثنين والثلاث القادمين بكرة وبعده بداية الصمت الانتخابي يعني ما فيش كلام عن الحملات ولا في شعارات ولا اي حاجة ده الصمت الانتخابي باذن الله الهيئة الوطنية للانتخابات كمان قدمت تسهيلات كبيرة جدا للناخبين خصوصا في الخطوات الخاصة بمعرفة اللجنة بتاعتك الانتخابية وايضا من خلال الموقع الرسمي لها اللي موجود طبعا WW Elections تقدر تدخل عليه EG تقدر تدخل عليه بسهولة وتدخل الرقم القومي بتاعك وتعرف كمان لجنتك ومكانها وأنا متأكدة بإذن الله كلنا حنكون معاكم في المشهد وكلنا الموقع موجود مع حضراتكم على الشاشة كلنا حنكون معاكم بالصوت والصورة مش بس كده أنا نفسي انتو كمان تصوروا اللحظة حطوها على السوشيال ميديا حط ان انت رحت وصورت ودي اللجنة بتاعتي وأنا قديت صوتي وعيشوا اللحظة لحظة الديمقراطية دي لحظة جميلة وطاليق جدا بينا كمصريين وطاليق أكثر بالمواطن المصري الكريم